القبليات كما قلنا أفكار قبل الحس جيد ليست مكتسبة ليست مكتسبة وأيضا قبل الاستدلال ليست مستدلا عليها ناخذ مثال في توضيح سؤال في أحد في النشاة في العدم في مش مسكة في أحد فينا حسب العدم العدم غير محسوس صح العدم غير محسوس خذ دقيق أكثر شوي الحين هذا الكل يشوفه كتاب صح في أحد قاع يشوف عدم الكتاب محد قاع يشوف عدم الكتاب كل قاع يشوف كتاب صح زين أسألكم سؤال ركزوا إياي لو أنا قلت لك الكتاب موجود وهما هو هم معدوم نفس الوقت الكتاب مو موجود يعني هو موجود ومو موجود نفس الوقت نحن حين شنو قاع نشوف نشوف إنه موجود واضح؟ واضح وياي؟ قاع نشوف الكتاب موجود عدم الكتاب ما قاع نشوفه صح؟ نقدر ننفي نقدر نقول الكتاب موجود وليس معدوما نبي ننفي عدم الكتاب شفته؟ روح شوف شنو قال عمار قال بالبداية كلنا نقول ما يصير يكون موجود ومعدوم بوقت واحد في موضع واحد ما يصير بس هل تقدر تثبت هالفكرة بالحس؟ الحس إذا ما نال شي إذا أنت ما شفت شي تقول ما أدري عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود أنت إن لم تحس بالشي إن لم تحس بالشي ما لك حق شنو تنفي صح؟ زين عدم الوجود ولا واحد فينا يقدر يشوفه بس كلنا نفينا شنو مصحح حننا فيه؟ الكتاب موجود وليس معدوما متفقنا؟ كنا نقول ليس معدوما هذه ليس معدوما وين يبناها؟ من وين يت هذه؟ هذا الكلام نقول قبلي فكرة قبلية الواقع الذي صار الكتاب موجود بالحس والنقيضان لا يجتمعان يعني لا يمكن أن يجتمع الوجود والعدم في موضع واحد إذن عدم الكتاب معدوم من في؟ عدم الكتاب هكذا حصل استدلال في العقل سريع واحد زائد واحد ساوي اثنين ليس يساويون اثنين؟ لأن واحد زائد واحد هي اثنين تمام؟ واضح؟ واحد زائد واحد هي نفس اثنين شي واحد هما تعبير آخر عن فكرة اثنين نعبر عنها بواحد زائد واحد جيد لكن تعال حق واحد زائد واحد لا يساوي اثنين هذه قضية صادقة ولا كاذبة؟ كاذبة صح؟ بشلون كاذبة؟ بشلون ندرينها كاذبة؟ ما تقدر تثبت كذبها إلا بقاعدة امتناع التناقف تقول لو واحد زائد واحد يساوي اثنين وبنفس الوقت لا يساوي اثنين صار تناقف تمام؟ يعني الحين واحد زائد واحد يساوي اثنين شنو يبرر واحد زائد واحد يساوي اثنين انهما نفس بعض لكن شنو يبرر ان واحد زائد واحد لا يساوي اثنين كاذبة؟ شنو يبرر كذبها الفكرة الثانية؟ من وين نعرفها؟ ما نقدر نثبتها بالحس ما نقدر نثبتها بواحد زائد واحد لان واحد زائد واحد تقول انا اثنين بس النفي من وين نيبه ما نقدر ننفي شيء بالتجربة في الواقع في الواقع احنا محتاجين الى مبدأ ينفي هذا عندنا مبدأ التناقض شي يقول مبدأ التناقض اذا كان الف موجود فيستحيل ان يكون لا الف موجودا الف ان كان موجودا يستحيل ان يكون لا الف موجودا في نفس الوضع في نفس الحال هذا المبدأ ما نقدر نثبته بالاستدلال عقلي ما نقدر نيبه بالحس ما نقدر نثبته بالحس ما شفناه كل الاشياء اللي نشوفها ما نقدر نشوف النفي النفي ما نقدر نحس فيه مع ذلك احنا ننفي على اي اساس ننفي على هالاساس فهذا مبدأ احنا نقول فيه هذا مبدأ قبلي تمام من المبادئ القبلية هذا شوية شرحة معقد ولا هو واضح البداهة هو لبداهة صعب الشرح مبدأ ثاني مبدأ السببية كرتين بلياردوا عندي يد كرة تحركت واصطدمت بالثاني شو راح يصير تتحرك الثاني الشي اللي شفناه شنو اللي الحس وصله شنو حركة الكرة الاولى ثم توقفها او تغير مسارها ثم حركة الكرة الثانية هذا اللي احنا شفناه لكن كلنا نقول سبب حركة الكرة الثانية هو شنو استدام الحركة الكرة الاولى بها السببية منو شافها السببية محسوسة نفس السببية مو الحركة انا شفت الكرة الاولى تتحرك وقفت الكرة الثانية تحركت ترى هذا اللي شفناه هذا اللي شفناه ما شفنا السببية مع ذلك نؤمن بالسببية هذا نسميه مبدأ قبلي مبدأ القبلي غير مأخوذ من الحس من الخارج مو مأخوذ من الحس مأخوذ من وين موجود في العقل قبلي أيضا لا يبرهن ما ذكر تثبته تعالوا خنحاول مثلنا بنثبت مبدأ السببية مثلا نقول ألف رحين أبي أثبت مبدأ السببية خب لازم يكون عندك مقدم دليل ونتيجة صح والدليل علشان يوصلك حق النتيجة لازم بينهم سببية يعني أنت علشان تثبت مبدأ السببية لو فرضنا محتاج سببية والحن نقطة أنت علشان تثبت لازم بين الدليل والنتيجة تلازم وسببية بحيث يكون الدليل سبب للنتيجة جيد إذا واحد يبي شاك في السببية ما يدري فشون يبلى دليل أي دليل إن يبلى ما رح يكون دليل يكون مشكوك أن السببية مو معلومة بينه وبين نتيجته السببية مبدأ بديهي في نظرنا مبدأ قبلي هذه مبادئ قبلية من المبادئ القبلية أيضا الظلم قبيح الظلم قبيح شيء غلط هذا مبدأ موجود في العقل ما أحد ينكره إلا على اللسان حتى الظالم ما يقول أنا ظالم زين قد واحد يقول لك لا الظلم قبيح لأن تترتب عليه مشاكل خب زين والمشاكل هاي ليش لازم ما تصير في مبادئ قبلية ما نقدر نثبتها ما يمكن إثباتها هذه القبليات توصل إلى وجود الإله تمام هذه القبليات في تصورنا إحنا المذاهب اللي هي مقابل الحاد ترى أن هذه القبليات توصل إلى وجود الإله وإلى إثبات الإله من هنا الملحد ي إذا يبي ينكر وجود الإله محتاج شي يسوي يشكك في هذه المبادئ إحنا مثلا مبدأ السببية هو اللي يفتح لنا الباب حتى نؤمن بوجود خالق بحيث نثبت أن هذا العالم له سبب عفوا حادث هذا العالم له بداية هاي نثبتها بطريقة عقلية أو من خلال العلوم الحديثة نثبت أن هذا العالم له بداية مثل هذه البداية تحتاج السبب ماذا ندري أنه تحتاج السبب بالمبدأ القبلي مبدأ السببية لكل حادث سبب جيد هنا في هذه الحالة أنا أبي شنو أثبت أن له سببا هو شي يقول يقول لا هذا المبدأ مو معلوم صحيح ممكن العالم نشأ بدون سبب لاحظت لاحظت ليش هو قاعد يروح يشكك في القبليات هو يشكك في القبليات في المقابل المذاهب الأخرى عمدتها القبليات تشكيك في القبليات يقابلها شنو الاعتماد على القبليات ما يمكن إثبات شيء غير محسوس الا بالقبليات واضح هذا قصلا ما تقدر تنفي شيء لأن النفي غير محسوس ما تقدر تنفي شيء الا بالقبليات طبعا قد واحد يقول لك ما قاعد أشوفه خب ما قاعد أشوفه يمكن موجود وانت ما قاعد أشوفه واضح قصلي يعني لما الواحد يقول لك أنا ما قاعد أشوف الكتاب فإذن هو معدوم أقول لك يمكن موجود وانت ما قاعد تشوفه واضح ما تستطيع أن تنفي شيء بالحس أصلا حتى الحين مثلا يعني كثير من الموارد أي بحث يقول لك أنا أعتمد فقط على الحس وينفي هذا تناقض كما رح يتضح إن شاء الله فإذا كان النفي غير محسوس مثلا جملة من الأفكار غير محسوسة نحن في نظرنا أن هذه الأفكار أفكار من العقل راسخة في العقل نسميها بديهيات لا يبرهن عليها ويبرهن بها ما نستطيع نعم نعم أنا نبهك عليها أقول شوف فطرتك أنت بوجدانك لو واحد تقديك من وراء راح تدور شوف من من اللي حركني فأنت هذا ما سويت إلا لأنك مؤمن بالسببية أنت حسيت بالأثر صح هذا محسوس الأثر بس إن الأثر لا مؤثر هذا بعقلك عرفته واضح ومن خلال الحس أنت حسيت بوجود حركة في ظهرك من واحد مثلا يضرب على ظهرك حسيت بحركة في ظهرك لكن هل حسيت بسبب الحركة لا مع هذا كل شنو شوف من اللي حرك معنا أنت مؤمن بالسببية بشكل أصلا لا شعوري شئت مؤبيت لو شككنا بالسببية وقعت جريمة مثلا يمكن بروح وقعت ما في سبب نبحث عن شنو ما شفنا ما شفنا للحاد يحاول يشكك في القبليات ليش لأن القبليات هي الطريق لإثبات وجود الإله من من دون قبليات ما في إثبات وجود إله ما يصير أصلا غير محسوس الفرض جيد ولذلك هو شنو يقول لك يطالبك أحيانا بدليل مادي يقول فيها الملحد حتى يقدر من خلال هذا التشكيك يشكك في وجود الإله فهو في الواقع يعتمد على هذه الطريقة ويعتمد طريقة ثانية اللي هي شنو الاعتراض عليك الهجوم على الآخر وهذا يعتمد ها أكثر لأن الأولى شوية تحرجه لأن عمليا الملحدون في الواقع كأكثر اعتمادهم أو كثير من اعتمادهم هو الاعتراض على الآخر يسجل عليك إشكالات يجمع عليك إشكالات فهذان الأمران هما الأساس في بناء رؤية الملحد الملحد يرى نلخص يعتمد على مبدئين في حسب تحليلنا يعتمد على مبدئين أساسيين مو في الإثبات هذه النتيجة مقولات الإلحاد لو صاح التعبير المقولة الأولى أنه لا يوجد إله أو عفوا لا نؤمن بإله جيد المقولة الثانية أنه الواقع هو هذا المادي فقط جيد والباقي إما غير موجود أو غير معلوم وغير مهم وغير مهم هاتان مقولة الإلحاد تبرير هاتين المقولتين يعتمد على أمرين كما قلنا الأمر الأول كان التشكيك في القبليات الأمر الثاني الهجوم على الآخر ترجمة نانسي